دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا به يرى حبلا ممدودا بين ساريتين قال لمن هذا الحبل؟ قالوا يا رسول الله هذا الحبل لزينب إذا أرادت أن تصلي تعبت تتمسك بالحبل قال عليه الصلاة والسلام حلوه فليصلي أحدكم راحته جاء ثلاثة من النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا أمام بيته سمعوا أعماله كأنهم تقلوها بالنسبة لهم فقال الأول أما أنا لا أتزوج النساء قال الثاني أما أنا أقوم فلا أرقد قال الثالث أما أنا أصوم فلا أفتر خرج النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمهم التوسط قال أما إني أتقاكم لله لكني أصوم وأفتر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله تعالى عندما قال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً سنتا وسطا لذلك لا تقبض يدك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا لا إفراط ولا تفريط كن وسط كما قال الله جل جلاله